تحكيم حضراتكو هو المشكلة الكبيرة جدا 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 اللي احنا دايما بنتكلم عنه عشان كده في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معانا كابتن ناصر عباس عايز اتكلم معاه في امور هامة جدا وبعض التعديلات اللي حصلت يمكن محدش يعرفها ما عرفش بقى حد عارفها محدش عارفها انا هسأل كابتن ناصر عموما لانه انا التحكيم بالنسبة لي ضيع من 14 نقطة في هذا الموسم مع الاداء السيء مع المدرب اللي مش موفق مع كذا ومع كذا كل حاجة عايزين تقولها اقولوها ولكن التحكيم ضيع من 14 نقطة هتقول لها هتقول اصل الاسلام بقابة عاية يا عموما فيش مشكلة فيش مشكلة يعني عاية لكن انا بقول حقيقة بقول ان التحكيم المصري اضاع من النادي الاهلي 14 نقطة واضحة وصريحة وجبتها لحضراتكم في حلقة ويعني موجودة في كل على السوشال ميدي فبالتالي حفضر اقول هذا الكلام السنة اللي فاتت التحكيم المصري اضاع على النادي الاهلي الدوري العام المصري السنة اللي فاتت اللي فاتت دي اللي قبلها كمان ناس تقولك ايه ان الدوري ده يعني الاهلي ما خدش الدوري في الموسمين دول علشان الفار وناس تانية تقول لك ان الاهلي ما خدش الدولي الناس العقلة يعني او الناس اللي شايفة ان الاهلي ظلم ظلم بين وواضح قالت لك ان سبب من الاسباب اللي ما سبب سبب واحد من الاسباب الاربعة الخمسة الستة اللي خلت النادي الاهلي ما يخدش الدولي هو التحكيم المصري بقيت الاسباب انا قلتها بالكده سوق اداء اللاعبين والاجهاد وسوق اداء المدير الفني وعدم التوفيق في بعض المباريات وحاجات كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها ولكن سبب من الاسباب هو التحكيم المصري عشان كده نتمنى يا رب ان احنا نشوف التحكيم المصري يظهر بشكل جيد ايضا نتمنى كل التوفيق لربطة الاندية المحترفة بس انا عايز تطوير اكتر مش انا الاندية كلها عايزة تطوير اكتر لانه اللي شفناه السنة اللي فاتت جيد ولكن فيه احسن من كده فيه احسن من كده الاداء الجيد والاتزان والاحترام اللي احنا شفناه بيطمعنا ان احنا نطالب الربطة بالمزيد خلال الموسم القادم وبخصوص النقطة اللي الناس كلها تتكلم فيها ما بين التنسيق وهي التنسيق ما بين ربطة الاندية والتحاد كرة القدم هي دي اللي بخصوص التحكيم هي دي القصة الكبيرة جدا جدا اللي الناس كلها بتتكلم فيها لان انا من وجهة نظري مشكلة ملاعب نقدر نحلها مشكلة جمهور ان شاء الله ان شاء الله هي في الاساس الحل الاكبر يكون لها والنائب احمد دياب لما كان معنا على التليفون قالها هذا الكلام ان هيكون فيه عدد كبير من الجماهير لكل الاندية الشعبية خصوصا الشعبية والغير الشعبية ولكن انا بكلم عن الاندية الشعبية هنا ان هيبقى فيها عدد كبير من الجمهور ان شاء الله افضل من السنة اللي فاتت فبالتالي موضوع الجمهورية نحله موضوع الملاعب يتحل موضوع الدخلات تتحل كل حاجة نقدر نحلها لكن التحكيم هو معضلة كبيرة جدا لان التحكيم هو تابع للاتحاد فبنروح نكلم الاتحاد فالاتحاد ما بيردش فنروح نكلم الربطة الربطة تقول لك يا جماعة طيب ما احنا بنبعت للاتحاد وبنقول له احنا عايزين واحد واثنين وثلاثة يحصل خلال المسم اللي جاي فالاتحاد يقول لها حاضر ولكن الاتحاد هو المنوط بتنفيذ هذه الامور مع لجنة الحكام ومع الخبير التحكيمي مارك كلاتنبرج هل حيفضل مارك كلاتنبرج يتحارب؟ بيتحارب لغاية من شوية قبل ما نخش بايه ببعض التصريحات ببعض التخبطات ببعض الامور انا مش بتكلم على مارك كلاتنبرج ولكن انا بتكلم عن خبير تحكيمي من الممكن جدا ان يكون هو اساس لتطور التحكيم خلال الفترة اللي جاي لانه جاي غيره ومش جاي عمل حاجة على فكرة مش جاي غير هدومه ولا جاي غير هدوم الحكام لا هو جاي لتغيير وتطوير اداء ونمط التحكيم في ثانية واحدة الراجل لما قاعد مع الحكام وقال لهم جماعة سيبوا الدنيا تمشي شوية في ان واحد يكتف في حد كتف في كتف واحد يزق في حد زق كده تعدي قال لك ايه؟ قال لك لان الحاجات دي كلها بتحصل في المباريات كل المباريات حتى لو فيها بعض الظلم بالمناسبة لانه بعض الظلم في مباراة الاهلي مثلا والاتحاد بعض الظلم في مباراة الزمالك والاسماعيلي طالما هناك مساواة في الظلم فهي عدالة لكن ما تحسبش عليها ضرب الجزاء هنا والناحية التانية ما تحسبهاش حضرتك حسبت على النادي الاهلي مثلا ركل الجزاء عشان واحد زق واحد خلاص تيجي في نادي تاني ما تحسبهاش او اندية اخرى ما تحسبهاش هو ده اللي نقدر نتكلم فيه لكن ان يبقى اذا كان اذا كان اذا كان مش ده الاساس طبعا ولكن اذا كان هناك ظلم فان المساواة في الظلم عاد ترجمة نانسي قنقر